مرحبا يا جماعة كيف حالكم اليوم الصباح وانا بتفقد شجرة الليمون عندي لقيت عليها اشياء بيضة لما قربت عليها اكثر وركزت فيها لقيت عليها حشرة هي احد الحشرات القشرية اللي بتصيب كثير من الاشجار ولكن هي شديدة الضراو على الحمضيات هاي الحشرة بالذات اسمها بالانجليزي كوتوني كوشين سكيل او باللغة العربية البق الدقيقي الاسترالي طبعا هاي حشرة جدا فتاكة خصوصا على الحمضيات مؤذية بشكل مش طبيعي فوجب مجرد ما تشوفها انك تبلش مكافحة مباشرة ما تستنى ولا دقيقة طبعا راح انزل فيديو ثاني عن اه كيف احنا ممكن نعتني بشجرة الليمون وشو نسمدها وشو نعطيها اه مثلا اسمدة شو نعطيها اه مبيدات حشرية مبيدات فطرية اه التقليم تبحها في فيديو جاي مرتب صبركم علي بس اه بدي احكي لكم هاي بسرعة لانه اعتقد الموضوع ما بتحمل مدام انا اليوم لقيت عندي اصابة فانا متأكد كثير ناس ثانين برضو راح تكون موجودة عندهم معي الحشرة لانه هاي الحشرة ما بتيجي من الفراغ اكيد تنتقل من شجرة لشجرة لشجرة فهي ما وصلت لعندي الا لانه انتقلت عن طريق كثير من الاشجار المصابة وبالتالي برضو هي راح تنتقل من عندي لعند غيري ولكن انا ما راح اسمحها لها تنتقل من عندي لعند غيري راح اكافحها مباشرة بس انتظرونا في فيديو قادم ان شاء الله طيب هاي اول شغلة اه الحشرة هاي تتغذى على الخشب يعني زي ما بتشوفوا بتلسق في الجذوع وخصوصا الجذوع الطرية الغطة اللي سهل عليها انها توصل للخشب فيها وتنتص العصارة من اه شجرة الليمون وبالتالي اه حرفيا الشجرة راح تصير عندها سوء تغذية تمام عنها بتكون ممكن التربة متازة وقاعد بتغبنها كل العناصر ولكن المشكلة اللي قاعد بصير في عندك حشرة قاد بتأخذ هاي العصارات هاد الغذاء عال جاهز المستريح فالحشرة مبسوطة كيفة قاعد بتشرب سلاش طبيعي بينما الليمونة قاعدة بتجوع وراح تموت وتبطل تثمر والجذع في النهاية راح يموت طيب احنا كم ممكن نعالج خلينا احكي لكم عن العلاج سريعا اذا كانت الاصابة في بدايتها تمام ما في انتشار للحشرة اول ايش ان نعمله هاي الجذوع لازم نقصها ونحرقها ونتفقد الليمون يمليح تمام او اي شجرة اخرى ولكن هو اكثر ايش بصيب الحمضيات فليمون بوملي برتقال الى اخره المهم لم نتفقدها هل في عراض اصابة هل بقي حشرات تمام اذا شفت هاي الاشياء شو بعمل بدي ارش ما شفت الاصابة لسه في بدايتها نكتفي بعملية المكافحة الميكانيكية اللي هي ازالة الاجزاء الوصابة وحرقها وهي كون عندي الليمونة سليمة طيب اذا كانت الاصابة متشرة راح نستخدم اشي اسمه راح فرجيكم صورته الان راح نشوف لاحقا طريقة استخدامه ولكن طبعا هو الاسم التجاري الاسم او المادة الفعالة اللي فيه هي اسمها ميدو كلوبرايد تمام هاي مادة قوية جدا تشتغل على كثير حشرات من ضمنها المن الدقيقي البسيلة صناعات الانفاق التربس تمام المن ذباب البيضاء برضو بتشتغل على نطات الاوراق تشتغل على كثير حشرات يعني كل ما يخطر ببالك تقريبا بتشتغل عليه تمام مادة قوية جدا وفعالة طبعا هذا المنتج متوفر عنه على المتجر بتقدروا تشوفوه وتطلبوه اذا بدكم ايها ولكن عموما اي شيء اخر ممكن يشتغل تمام لانه زي ما تلاحظ الحشرة موجودة على الجذع وحجمها كبير فانت اذا بترشها مباشرة اصلا فاي مادة راح تشتغل عليها ولكن مشكلة هاي الحشرة بالذات شو انها شوي مقاومة تعتبر حشرة عنيفة فعشان هيك من الضروري احنا نستخدم مادة قوية جدا فعشان هيك انا بنصح في هذا لانه في كثير ببادات اخرى راح تلاقوها على المتجر لكن انا بنصحكم بهذا لانه جد فعال وحنشوفوا فيديو ثاني زي ما حكيت لكم اه ما تحكي الوهم ولكن يعني زي ما بحكوهم اه النصيحة والتجربة دائما اه هي الحكم النهائي فعشان هيك انا بنصحكم قاعد في هذا الموضوع هم اشي تفقدوا ليمونكم بكرة يعني هسه شفت الفيديو اذا شفتوا بنهار اطلع وتفقد ليمونك ما شفتوا بنهار شفتوا بالليل بكرة الصبح تفقد الليمون ضروري جدا او راح تخسر كثير علما بانه احنا في عز الشتاء الدنيا مطر وبرد ربنا بس اللي بعلم فيه الحمد لله طبعا هاته خير من ربنا واحنا وبسطين عليه ولكن عشان تعرف قديش هاي حشرة مقاومة للظروف ممكن تيجي في اي وقت تمام جماعة تقريبا يعني هاضر اللي كنت حاب احكيه اذا عندكم اي استفسارات حطوه في التعليقات فيكم فيديو جديد ان شاء الله يعطيكم الف عافية